اشتركوا في القناة المساعدات الإنسانية التي تم شحنها أمس عبر ثلاث طائرات تابعة للجيش الوطني الشعبي وهذا إثر الفيضانات التي اشتاحت بعض المناطق عملية الشحن أشرف عليها الهلال الأحمر الجزائري بدعم من وزارة الدفاع الوطني بالقاعدة الجوية بوفاريك التابعة للناحية العسكرية الأولى تجسيدا لتوجهات رئيسي الجمهورية وفي إطار تكثيف جهود الرفع من إنتاج الحبوب ولتحقيق معادلة الاكتفاء الداتي والأمن الغدائي تتجه الجهود إلى إنتاج البذور والتي تتطلب توفير محطات التكيف والمعالجة والتخزين وفق الاستراتيجية المسطرة للبنك الوطني للبذور وهو حال محطة سكيكدا والتي تمون أكثر من عشرين ولاية على مستوى الوطن سعيد بلعز يفصل محطة تكيف ومعالجة وتخزين وتوزيع البذور بسكيكدا بمختلف إنواعها من القمح الصلب إلى اللين إلى الشعير تعتبر مخزون استراتيجي وطني للبذور بمعايير ذات نوعية وجودة عالية وبقدرات إنتاج خالية من الشوائب ومتابقة للمعايير المعمول بها جعلت من سكيكدا الممول الرئيسي لولاية الوطن بالبذور ننتج سانويا أكثر من 100 ألف قنطار من البذور بمختلف نوعيها قمح الصلب وليون نصف هذه الكمية يخصص لتغطية احتياجات الولاية من البذور والفائد يحول إلى الولايات الأخرى يعني كثير من الولايات تمون من طرف ولاية تعاونة الحبوب وقجافة لولاية سكيكدا المعروف أن المساحة المخصصة لزراعة الحبوب بسكيكدا تقارب حوالي 30 ألف هكتار وهي مساحة ضائلة بالمقارنة مع الولايات الأخرى فمسر الذي جعل سكيكدا رقما صعبا في المعادلة الوطنية لجودة البذور الخصوصية هذه أولا نرجع لطابع المناخ الميزة الثانية هي ميزة الفلاح المكتر اللي هو أصبح فلاح مهني اكتسب خبرة مهنية كيعدي هذه البذور كيعديه على مختلف الآلات بتاع هذه المحطة نقوموا في النهاية بالتحصل على البذور منقات الدولة وفرت عديد من البرامج والميكانيزمات المختلفة في السياق من أجل تطوير وتحسين المردودية في هذه الشعبة وكذلك الوصول إلى الاكتفاء الذاتي جدير بالذكر أن النوعية الرفيعة للبذور بيسكيكدا ساهم في التقليل من فاتورة الاستيراد الخارجي وهو مؤهل للعب دور محوري لتحسين الانتاج الوطني قصد تحقيق الأمن الغذائي ولتوفير عينات نوعية وجيدة مع ضمان مدة الحفظ والتخزين توجه مدروس لاعتماد التقنيات العلمية والدراسات والبحوث المتخصصة للرفع من المردودية العينة في النشرة من تيارت حيث ترافق جامعة ابن خلدون القطاع الفلاحي لتحسين الشعبة كما ونوعا المرسلة لموراد عبروس البحث العلمي ركيزة أساسية في تطوير الفلاحة لتحسين طرق الانتاج اعتمادا على نتائج البحوث المتوصل إليها مزرعة التجارب وإنتاج البذور التابعة للمحد التقني للزراعات الواسعة ببلدية السبعين تتطلع بمهام تأمين البذور وتحسينها للرفع من المردود لكي نكفو قاعد الفلاحة الجزائري فيما يخص كمية البذور التي تتزرع وليو تتعليزي دي سومونس دو فارم اللي ممكن ما تكونش معانجار ما تكونش انقية ما تكونش صافية تقنية تلعب لها دور كبير في رفع المردود كما تديروش ما صار تقني صحيح منذ بداية الحرث عملية الحرث والبدر حتى الآخر اللي هي الحسات يعني عدنا تقنية يلقها تقنية انتبعوها قطاع التعليم العالي هو الآخر يعمل على النظر في الاقتراحات والحلول التي من شأنها النهوض بشعبة المحاصيل الزراعية الكبرى دور يعني تاع الجامعة على أساس تحسين المعطاية التقنية من أجل نجاح زراعة الحبوب خاصة ان الولاية معروفة بالابوركسون تهاء سيريالي في دراسات قامت بها جامعة ابن خلدون دراسات ميدانية يعني دراسات العلمية مدت بعض النتائج يعني رفع المردود وخصوصا ولاية تيارة ولاية فلاحية بامتياز الاستعانة بالخبرات العلمية في مجال الحبوب واندماج الفلاحين في مساعي تطوير هذه الشعبة من شأنها تحقيق الريادة في انتاج هذا المحصول الاستراتيجي بالجزائر ودعم للنشاط المقاولة في القطاع الفلاحي ومرافقة المشاريع المدرة للثروة من بينهم السيدة شمنت الماما من عين تيموشانت صاحبة مشروع استثماري في مجال تربية الابقار وانتاج الحليب تطمح لمزيد من الدعم لتوسعة النشاط واستحدات مناصب الشغلة محمد سلمي بالطريق المؤدن من ولاية عين تيموشانت الى منطقة عين الكيحل تقع هذه المستثمرة الفلاحية أين تقوم السيدة شمنت الماما بعملها الدؤوب يوميا وأملها إنجاح مشروعها في ميدان تربية الابقار وانتاج الحليب هي الفكرة على المشروع كنت أنا مع الواليد تاعي زعمها في الميدان مدة أربع سنوات وتكونت فيها الأربعات حصلت على ديبلومون ربي أبقار مواشي توجهت تومي الكانز الأونسج هنا في تيموشانت وكانوا معاونونا وكنا نجحنا في المشروع والحمد لله لحد الآن نحن نتعامل مع مصنع نحن نعلم مستوى عن تيموشانت يخدم الحليب والألبان والليبلوت على الكريم صمم ما شاء الله السيدة شمنتل وإن كانت إرادتها فولاذية إلا أن نجاح مشروعها قائم على تلبية بعض المتطلبات الضرورية بدورها الوكالة الوطنية لدعم تنمية المقاولات بالولاية تقوم بمرافقة أصحاب المشاريع وتعمل كوسيط بين المستثمر والإدارات الوصية لرفع العراقل قدمنا لها المرافقة اللازمة أثناء التمويل وقدمنا لها كذلك اليوم لنقدم لها في مرافقة بعدية من خلال الاتصال الذي كانت تحضى به من طرف الوكالة للنظر في المشاكيل والعراقل التي كانت تصدفها سواء من ناحية الإجراءات الإدارية أمام المؤسسات العمومية ذات الصيلة وتتطلع السيدة شمنتل إلى إنجاح المشروع وتنويع مجالات الاستثمار في الميدان الفلاحي قصد استحداث الثروة وتوفير مناصب شغل لأهل المنطقة في إطار مكافحة الجريمة تمكنت عناصر المفاتيشية الرئيسية لفحص المسافرين للجمارك ببجاية من حجز ألف ورقة نقدية مزورة من فئة ألف دينار جزائري قادمة من خارجي الوطن إذا فطن إلى حجز معدات حساسة قامت مصالحنا بإحباط محاولة إدخال أوراق نقدية مزورة من فئة ألف دينار جزائري والمقدرة بمئة مليون سنتيم وذلك على متن سيارة سياحية قادمة من ميناء مرسيليا على إثر هذه العملية وبالتنسيق التام مع المصالح الأمنية قمنا بتوقيف المشتبه به وتقديمه أمام المصالح القضائية المختصة بالإضافة إلى كل هذه الحجوزات قامت مصالحنا أيضا بحجز بعض العتاد الحساس مثل ليدران، لتولكي والكي، لكاميرات شيرفايونس وإلى غير ذلك بالإضافة إلى مبلغ من العمل الصعب الذي يقدر بـ 9600 أورو بهدف تأمين المناطق السياحية الغابية والجبلية بولاية خنشلة تعمل مصالح الأمن المشتركة من الدرك الوطني والشرطة على مذاهمة الأماكن المشبوهة ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها سوفيا عجرود يفسر المناطق السياحية كحمم صالحين والمعروف عنها توافد العائلة من كل أنحاء الوطن والتي تحتاج إلى توفير الأمن وهذا ما تسعى إليه كل الأسلاك الأمنية في الولاية وذلك من خلال نقاط تفتيش ومراقبة ومداهمة الأماكن المشبوهة من أجل ضمن راحة المواطن نحن كرياديين، رأينا هذا البارج، هذا أجملنا الحال بزاف والحمد لله نعمة وعندنا التمأنينة أن نجري ومن خافوش، من خافو حتى من حاجة بالمناسبة زيارتنا الولاية خنشلاء والهذه المنطقة السياحية حمام الصالحين، الحمد لله يا ربي جينا طالعين، لقينا نقطة تفتيش مختلف خطاع الأمن نستحسنوا هذه الفكرة نرقد في خنشلاء نقود مطمئن آمن أو بفضل هذا الناس على كل حال، ربي يعطيهم صحتهم وربي يحميهم وينزل الأمن والأمان على بلادنا الجزائر أجهزة حديثة تستعمل للكشف عن السيارات المسروقة وتحديد أماكنها مما يسهل العثور عليها ومراقبة كل ما يتعلق بسائق المركبات للتقليل من حوادث المرور جهاز الكشف عن السيارات المبحوث عنها أكاليس يسمح هذا الجهاز بمراقبة طريق للكشف عن السيارات المبحوث عنها وهو مزود بكاميرا رقمية ترسل تسجيل فيديو إلى جهاز إعلام آلي مثبتة عليه تطبيقية هذه الأخيرة تقوم باستخلاص آني للوحة الترقيم التي تسم مقارنتها بقاعدة المعطيات للسيارات المبحوث عنها عبر إقليم الاختصاص قيام بعملية مداهمات مشتركة للمركبات والأشخاص بالمناطق السياحية والمنتزهات العائلية والمساحات الترفيهية تشمل النقاط السوداء وذلك بتوفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية تم برمجة مداهمات مشتركة واسعة نطاق لمحاربة ظاهرة الاستغلال غير الشرعي لمواقف سيارات بوار الإجرام المحاذية للمشيئات السياحية الغابات والمنتزهات العائلية الصهر على راحة وأمن المواطن يتجلى بتضافر كل جهود الأسلاك الأمنية والتي تعمل ليلة نهار وفي كل الظروف دولياً وافئة الملفية الصحراوي شنت وحدات جيشها التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس والكلتة حسب البيانة العسكرية الصادر أمس عن وزارتها الدفاعية الصحراوية وفي تونس أعلن أو في فلسطين المحتلة يواصل الكيان الصهيوني سياسة التضييق ومحاربة الغزاويين في قوت يومهم والتي تتكرر يومياً حيث فتحت أمس زوارق بحرية الاحتلال الصهيوني نيران رشاشاتها الثقيلة ومدخات المياه تجاه مراكب الصيادين العاملة شمال قطاع غزة وفي نابلوس اقتحم مستوطنون المنطقة الأثرية في بلدة السبطية وأطلقوا قنابل الغاز المسيلي للدموع والصوت باتجاه المواطنين في الرياضة العسكرية انطلقت أمس ببوغار بولاية المدية الناحية العسكرية الأولى المرحلة الأولى من منافسات الألعاب العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جو 22 بسباق العربات القتالية فردي ونتابع المزيد مع أحمد سولة اليوم الأول من الألعاب العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جو 22 شهد إجراء أولى مراحل الألعاب متمثلة في سباق فردي العربات القتالية المرحلة عرفت مشاركة خمس دول على غرار الجزائر والصين وبيلاروسيا وأسباكستان وفنزويلا أين تنافس على طول المضمار الذي بلغ 3220 متر مقسم إلى عدة حواجزة الممهل وممر الجسر والمرتفع والمخاضة وممر حقل الألغام وشارك في السباق كل فارق بثلاث عربات وتخلله رمي بأسلحة المتن للعربات على مسافات مختلفة الآن إلى العابية التضامن الإسلامية التي تحتنها قونيا تركيا 2021 حيث أضافت الجزائر أمس ثلاث ميضاليات جديدة فضيتين وبرونزية الميضالية والفضية أولى حصل عليها جوات سيود في سباق المائتي متر فراشة أما الفضية الثانية فحصلت عليها المصارعة سونيا أسلح في رياضة الجيدو 78 كيلو جرام أما برونزية الجيدو فانتزعتها كوتر وعليل في وزن أقل من 78 كيلو جرام ليرتفع رصيد الجزائر إلى 25 ميضالية 7 ذهبيات 9 فضيات ومثلها من البرونز لتحتل الجزائر المركز التاسع في جدولية ترتيب العامل الميضاليات إذن مشاهدين الكرام نصل إلى ختمية النشرة شكرا لكم على كلمة المتابعة وأسعد بخدمتكم في نشرة الواحدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر